اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من صباح يوم السبت بنتقل القمر بصير بالدلو لغاية مساء يوم الاثنين من مساء يوم الاثنين القمر بنتقل للحوت بظل فيه لغاية صباح يوم الخميس من صباح يوم الخميس اللي هو واحد عشرة بنتقل للحمل يعني بصير بالحمل وبظل في الحمل لغاية مساء يوم السبت ثلاثة عشرة يعني بمعنى اخر انه التنقل رح يكون بالجدي بالدلو بالحوت بالحمل طبعا بعد مساء يوم السبت رح يكون بثور ولكن هو احنا رح نذكر عن الجدي دلو حوت حمل لوجود القمر فيه وتأثيرها على جميع الابراج طبعا بالنسبة للاحداث الفلكية اللي رح يكون خلال هذا الاسبوع عنا حدث شوي يعني رح يكون صعب وهو تشكل اكثر من مرة ولكن المرة هاي بتشكل بعملية تراجع فعشان هيك الصعوبة تبعت وبتكون يعني احد من الفترة الماضية ان شاء الله انا هتمضي على خير وما يصير اي مشاكل فيها طبعا اول اشي اول حدث رح يكون عنا اللي هو يوم سبعة وعشرين تسعة انه عطارد رح ينتقل للعقرب يعني من الميزان للعقرب وهاي نقطة لصالح العقرب انها بتعزز نقاط قوة بالنسبة لهم خلال هذا الاسبوع او فكريا اكثر يوم تسعة وعشرين نهاية تراجع زحل تسعة وعشرين تسعة بنتهي تراجع زحل برجع للحركة الامامية طبعا اللي بيجي بيقول لك لا ما هو في شرفه معناته الاجواء ايجابية وهذا زحل عمره ما دخل في بيت مهما كان شرفه وباله هبوطه سعده كنته جوز اخته جوز عمته زحل زحل اسمه المعلم الصارم تأثيراته صعبة ما بيعطي اي تأثيرات ايجابية الا اذا شكل زوايا قوية يعني تثليث او تسديس بتكون مع كواكب اخرى فعشان هيكي بدك تسأل عن زحل ايجابي ولا لا بتسأل موليد برج الجدي اللي لهم سنتين عندهم زحل موجود فبتشوف الايجابية الواو اللي اثرت على تبعين الجدي اللي خسروا عملهم خسروا فلوسهم انتهت علاقات زواج ما بينهم وصلوا لقضايا لمحاكم على الوضع الصحي فهذا هو زحل فاللي بيجي بقولك لا بيشرفه في بيته وبعطيك قوة وبعطيك ايجابية واذا تراجع مش عارف ايش يعني الواقع بترجم الصورة اكثر فاني اجي اضحك عليك اقولك ايجابياته وهو طاقته ورح يعمل لك لا ولكن بظل حركته الامامية اقل نحوسة من تراجعه يعني بتقل النحوسة اقل يعني مش كل الضغط بالحجم اللي كان موجود ماشي هاي اول واحدة عنا يوم تسعة وعشرين تسعة المريخ رح يشكل زاوية تربيع مع زحل يعني في نفس اليوم اللي رح ينهي تراجعه فيه هو التراجع بانتهي يوم تسعة وعشرين ولكن تأثيره السلبي رح يظل لغاية اثنين عشرة يعني لتخف سلبيته اكثر فعشان هيك رح يعمل يشكل زاوية هاي في ساعة المساء بين المريخ وزحل زاوية تربيع وهي عنيفة جدا 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 وهي الها علاقة بالجيش الها علاقة بالدم الها علاقة بالتفجيرات الها علاقة باغتيالات الها علاقة بحرائق الها علاقة بأحداث عنف وراح تصير مع زحل اللي هو المعلم الصارم اللي يعني بعطي كل اشي بعنف فتشكيل الزاوية قمتها رح تكون يوم تسعة وعشرين هي يا دوب فكت الفترة الماضية وعودت رجعت تشكلت عشان هيك التهديدات السياسية والتهديدات بالحروب وهدول بدون ميه جمع وهدول وهدول حركوا قواتهم وهدول شتموا وهدول سبوا وهدول كلها هاي تأثيرات يعني عززتها اكثر اللي هي الزاوية التربيع اللي كانت ما بين المريخ اللي بتراجع ما بين بلوتو اللي بتراجع ما بين زحل اللي بتراجع الان الأسبوع هاد مع زحل الأسبوع القادم رح تكون مع بلوتو اذا احنا داخلين على حقبة شوي حامية وحادة وحتى بالمناخ او نحي بالطبيعة في تأثيرات سلبية نأمل انه ما يصيرش ولا اي اشي واطلع كذاب وبفهمش وواوا الى ما لنهاية بتأمل هذا الحكي يعني مش اني ما اكون مبسوط اذا انا اللي حكيته رح يصير ولكن اكيد رح يصير يعني اكيد مش جازما الامر بايد الله طبعا هو اللي بهذا ولكن على حسب هاي الزاوية كل ما تشكلت يعني بتحدث هذا الاشي فاعني الله اعلم بالنسبة للزاوية الاشي الاخير الحدث الاخير اللي بدو يصير يوم اثنين عشرة اللي هو الزهرة رح تنتقل للعذراء وهاي رح تدعم المشاكل او الضغوطات اللي كانت على العذراء يعني مع انتقال الشمس لعندهم يعني شوي ما عطتهم القوة اللي كانوا هم بانتظروها لانه اولا الشمس لما انتقلت عمل التقابل مع نبتن فعشان هيك حضوضها كانت ضعيفة شوي او طاقتها كانت ضعيفة فشعروا انه الامور مش بقوة الايجابية او بالاحداث الايجابية اللي هم بدهم اياها او اللي من المفروض انها تكون من دخول الشمس لعند عيد ميلاد كل واحد ولكن مع دخول الزهرة الاجواء هاي رح تصير اقوى حضوضا فرح يلاحظوا موليد العذراء والابراج الترابية والابراج المائية الفارق بشكل كبير على هاي المسائل وحتى انه موليد العذراء في منهم رح يكون في عنده ارتباط او زواج او اعلاقة غرامية او اشياء طبعا بدهم ينتبهوا من زحل زحل موجود في بيتك الخامس العلاقات الغرامية اذا ما تأكدت منها انها مشتركة ما بينك وبين شخص دير بالك تدخل بعلاقة غرامية تكون من طرف واحد وهاي ممكن تسبب لك احباط واذا نفسي يعني نفسي بشكل عالي ممكن يستمر معك لسنوات لتقدر تخلص منه فعشان هيك منحذر انه اي علاقة عاطفية لا موليد العذراء تحديدا تأكد انه علاقة العاطفية مبنية ما بين الطرفين مش علاقة فردية مش من طرف واحد وتأكد من العاطفية اتجاه يعني انت حذر صحيح وعاطفتك مش له الدرجة انت عقلاني اكثر بعرف هاي النقطة وبعرف انك بتركز على التفاصيل اكثر ولكن وجب التنبيه لانه هاي عاطفية هاي بتدق الباب مرة واحدة بتدخل مرة واحدة بتوقع مرة واحدة فعشان هيك بدك تكون حذر وبرضو تنتبه انك تمتحن الشخص اللي انت بدك تتعامل معه وخصوصا عاطفيا هيك منكون انتهينا احنا من الحركة الفلكية واثارها وكيف ده تتأثر او شو اللي بدي يتنقل خلال هذا الاسبوع وحركة القمر عشان هيك خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج طبعا ما رح اشرح بالبيوت زي ما انتم متعودين كل اسبوع البيت الاول والبيت الثاني والبيت الثالث او الكواكب في اي بيت رح انا اعطي خطوط عريضة كل التوقعات اللي بتابع التوقعات اليومية بعرف انه كل يوم احنا بنشرح البيوت وتأثير البيوت وإلى ما لنهاية ولكن فيه اشخاص ما بعرفوا القناة ما بتابعوني بيجو بسمعوا فلما بسمع بيت بيقولك شو بيحكي هذا من وين بيت وشباك وباب وسيارة ومش عارف ايش وهالكلام هاد يعني ما بكون مش وصليت له الفكرة فعشان هيك احنا بدنا نوصل الفكرة للاشخاص بطريقة سلسي وبسيطة بدون ذكر كلمة البيوت هاي والمنازل وإلى ما لنهاية اللي حاب يطلع عليها ويفهم ايش اللي احنا بنحكي في صندوق الوصف في رابط بشرح شوية عن البيوت واللي بدو يتابعني على التوقعات اليومية رح يفهمها اكثر ويتعلمها ويتقنها ويصير هو يمارسها بدون ما يرجع لي يعني بعد فترة رح يصير خبير في هذا الموضوع ومش بحاجة لحد يعلمك فانت بتطلع متعلم بتسوه توقعاتك لحالك وصلنا للتوقعات الاسبوعية برج الحمل طبعا اول شي بدنا نحكي عن العصبية يعني المزاجك العصبي وتقلب العصبي والحدية بالطباعة رح تظلها مستمرة معك كمان هذا الاسبوع بدك تحذر من بعض التقلبات وخاصة اكثر اشخاص رح يكون عندهم التقلب العصبي او الحدية بالطباع او الهجومية او الغضب او التسرع في اتخاذ القرارات هم موليد اخر العشرية الثانية واول العشرية الثالثة فبدهم يديروا بالهم من هاي النقاط على المستوى المالي لا او الجواء ممكن انها تكون متقلبة شوي في منك رح يحصل بعض الاموال اللي بتيجي عادة من عمل اضافية او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن في اوقات رح تكثر عليك المصاريف او المطالبات المالية او الضغط المالي فعشان هيك بنقول لك انتبه من صرف الفلوس وحافظ على اموالك من السرقة والضياع في اشخاص اللي رح يهتموا ببعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل رح تعزز نقاط قوة على المستوى العاطفي وعلى مستوى العمل وفرص لعمل بتكون قوية جدا او انجاز بعض الملفات اللي بتكون لصالحهم خلال هذا الاسبوع والعلاقات الاجتماعية بتلعب دور بارز في منك رح يتراجع عن بعض القرارات ويعزز نقاط قوة الها علاقة بالشراكة او التعامل مع الازواج ممكن تحمل نوع من انواع المصالحة او المبادرة الجيدة على مستوى السمعة منقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تخالف القوانين لانه شوي بتأثر عليك على سمعتك بشكل كبير وممكن انها تأثر حتى على علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل او على عملك نفسه انتبه من بعض الاوهام او الوساوس او الاشياء اللي ممكن شوي تضغط عليك نفسيا الها علاقة اما وساوس بمكان العمل او احلام او حتى على الوضع الصحي يعني تشك بانه عندك مرض معين او تدخل بحالي نفسية بسبب وساوس الها علاقة بالامراض او التعب الصحي اما بالنسبة لتحركات القمر فحكينا ان القمر اليوم الخميس موجود بالجدي في بيتك العاشر وهو بيت السمعة فعشان هيك بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة عن جازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى ان اشتدت الضغوط حاول انك تبرر عملك واظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وانت طباعك شوي حادة افكارك مشتتة بتكون عصب المزاج نتيجة الغضب او الاضطراب طبعا هاي راح تستمر معك من اليوم الخميس لغاية صباح يوم السبت بعدين القمر راح ينتقل للدلو برج حليف لا اليك ورح يستمر في الدلو لغاية مساء يوم الاثنين فبتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة الاجواء داعمة وبتناسبك على امور الها علاقة بالعمل او وسطات او العمل من ضمن مجموعات ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة اهمش انك تنظم جدول اعمالك تحسبا لضيق الوقت من مساء يوم الاثنين القمر بصير في الحوت حتى صباح يوم الخميس وهي فترة صعبة جدا راح تكون عليك خلال هذا الاسبوع اللي هي فترة وجود القمر في بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة وظف هدوء الاجواء لاعادة الحسابات وللتخلص من الامور اللي ممكن ما تفيدك تتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي ما تبدأ بشيء جديد بالفترة هاي حاول انك تعمل الاشياء الروتونية لانه هاي فترة مخيبة وخاسرة من صباح يوم الخميس طبعا القمر بدي يصير عندك فبتبدأ مرحلة جديدة جدا بتعزز قوة عندك خلال الاخر الاسبوع والاسبوع القادم فعشان هيك انتقال القمر رح يكون زي ما حكينا من صباح يوم الخميس ورح يستمر موجود عندك حتى مساء يوم السبت ثقتكم بانفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الامور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الامور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره في تحرك عندك اهمش انك تتحرك وما تنتظر انها تجيك الفرصة لعندك اذهب انت بحث عنها وما تضيع الوقت بداية جديدة وايضا مع وجود القمر والشمس موجودي برضو بالميزان فهاي بتعد الميزان القوة عندك بشكل كبير زي ما شفنا انه الاسبوع هذا بتحدد على العلاقات الاجتماعية او بتركز على الاوضاع الاجتماعية او المعارف او العلاقات بشكل كبير فمنكو رح يستغلها ومنكو رح يستفيد من بعض المعارف اما بعمل جديد او بمنصب جديد او بتكريم او في اشي الى علاقة بالوضع الاجتماعي برج الثور طبعا ما زالت الاجواء نفسيا متقلبة في لحظات بتكون الاجواء عندك من اروع ما يكون بكون نفسيتك مرتاحة بشكل كبير ولكن في لحظات بتلاقي انه المزاج بنعكس بشكل سريع جدا بصير عندك نوع من التوتر او الغضب او اتخاذ القرارات الصادمة او التمرد حتى على الاهل او على المجتمع او حتى على العادات والتقاليد هاي الشغلات شوي بتخليك متسرح فحاول ما تاخذ قرارات مصيرية بفترة هذا الاسبوع طبعا بتتركز الامور كمان على العمل بشكل كبير فمنكو رح يركز على العمل بشكل قوي ورح ينشط بمسائل الها علاقة بالعمل الاجتماعي او عمل جديد او شيء له علاقة رفعة بالعمل او انجاز اعمال يعني مهمة جدا كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي اللي ممكن يتقلب في لحظات وبعض التوترات اللي ممكن تصير نتيجة اما نقاش او حوار واحذروا اي نقاش له علاقة بالزواج او مع الزوج او مع الطليقة او يعني الازواج تحديدا لانه هذا الاشي شوي ممكن يصير فيه سوء تفاهم او حدية او عصبية في بعض الاوقات ممكن بعضكو ينشط في بعض المسائل العاطفية او يبدأ علاقة غرامية او حتى حب جديد او ممارسة هواية وفيه منكو رح يعزز علاقة عاطفية وممكن تتطور حتى لا ارتباط فيه اشخاص من موليد برج الثور ممكن انه خصوصا النساء اللي كان عندهم صعوبة بالحمل انه يصير عندهم حمل في خلال الفترة القادمة اهم شي انك تنتبه لوضعك الصحي انتبه لانجاز اعمالك حاول انك تراقب صحتك ان شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك وبرضو على مستوى السفر والدراسة الجامعية حاولوا اذا كان عندكم امتحانات او مقابلات يعني انكو تدرسوا وتستعدوا بشكل جدي بدون ارتجال وفيه منكو رح يهتم بموضوع العلاقة بهجرة او تعامل مع اشخاص خارج البلاد برضو على المستوى الاجتماعي اوضاعك ممتاز جدا ممكن تنشط اجتماعيا خلال هذا الاسبوع او يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لتحركات القمر فطبعا من اليوم الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر واتصال بعيد وبتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بالنسبة للك بتنحصر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشيات العمل ولاخذ الدورات او تعلم شيء جديد يعني فترة قوية من بدايتها ولكن بدك تحذر من تاليها من صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الدلو حتى مساء يوم الاثنين يعني هاي تعطيك فرص لها علاقة بالعمل او تقوية شيء له علاقة بالعمل ومناسبة برضو للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على انجازاته القائمة اهم ايش انك ما تشوه سمعتك الظروف ضاغطة ممكن تحملك فرص عمل مهمة كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحود حتى صباح يوم الخميس فبتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة احدهم مع نوياتك مرتفعة وحضوضك ممتازة احترم القوانين والموعيد وما تماطل وعزز شعبيتك وافرح مع الاصدقاء والاحباء بتنجح في انعاش العلاقات العامة من صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالحمل يعني في بيت متاعبكم حتى مساء يوم السبت فعشان هيك بتطلب منكم الفترة هاي عدم المبالغة بجهدكم الجسماني ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر لك هاي الفترة خلافات او التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر ما تخالف القوانين لانه ممكن تخسر اكثر مما بتتوقع بعد يوم السبت طبعا القمر رح يصير عندكم معناته من السبت الاجوى بتصير داعمي الاسبوع القادم اقوى حضوض من هذا الاسبوع برج الجوزاء طبعا انتو بلشتوا بمرحلة هي تعتبر من الاقوى والاكثر حضوضا واكثر امور الها علاقة بالحب والعاطفة والاشياء الايجابية انتو بدأتوا فيها ابتداء من هذا الاسبوع في اشياء رح تشعروا فيها بداية الاسبوع في تحسن رح تشعروا فيه في نهاية الاسبوع حسب تحركات الكواكب والزوايا اللي بدها تصير ولكن الغالب عليك والعاطفة والامور العاطفية برح تكون اقوى ظهورا عندكم رح تنشطوا بكثير من التحركات والتنقلات والاتصالات والتواصل والرغبة بامور عاطفية عالية جدا الحظ بدعمك بكثير من المسائل وممكن نسبي عالية جدا من الجوزاء يوقع وبالغرام بالفترة في منك رحي يعني تترجم الامور لارتباط او خطوبة او زواج برضو الامور بتدعمك على مسائل الها علاقة بالاتصالات والمواصلات والامتحانات والدراسة وبرضو على اشياء الها علاقة بالعقارات او الاهتمام بالبيت والعائلة بشكل كبير اهم شي انه تنتبه لعملك يعني ما تخلي هاي الاجواء تخذك عن عملك شوي فيتراكم العمل عندك او ممكن يعني شوي يكون في حاجة الوضع الصحي او مراقبة الوضع الصحي الاجواء الاجتماعية قوية جدا برضو على مستوين اما على مستوى الاشخاص المناصب او على مستوى رؤسائك وزملائك بالعمل برضو قوية وابتدعمك بقوة على مستوى عمل جديد مثلا او انجاز بعض الاعمال المهمة والاعمال المشتركة برضو رح تنجح بشكل قوي وخصوصا اذا تعاونت مع بعض الاشخاص لانجاح حاجة الاعمال وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالبنوك او ضريبة او تأمين او ميراث او سداد بعض الديون اللايله او قضايا مالية الاهم انه انتبهوا من اورانوس اللي ممكن شوي جيب لك شوي التقلبات برضو على العمل عمل محبط عمل شوي يكون صعب تدخل في مجال جديد او اشياء لها علاقة بصحة اللي بتطلب منك اما الرعاية او الاهتمام بشكل اكبر اما بالنسبة للقمر فطبعا من اليوم الخميس القمر في الجدي حتى صباح يوم السبت فبتهتموا في امور المادة فبتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريبة لكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقفك او موقف متصلب حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية تكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ فترتك يعني الفترة هاي بروح رياضية من صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو حتى مساء يوم الاثنين فبتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصال لبعيد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر او توقع على عقد او تروج لموهبة او من مواهبك او اشي بتعلق باهتماماتك كن جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول انك تبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحملك انفراج كبير او شيء يعني ملفت للنظر رح يكون بالنسبة لحياتك ممكن مفترق طرق من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الحوت حتى صباح يوم الخميس فبيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل قدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم في نوع من انواع المفاجآت ممكن هاي الفترة تظهر لك بعض المتاعب العائلية او الشخصية والمطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية يعني بتشكي نوع من انواع التقلب في هاي الفترة وممكن يكون فيها بعض الامور الصعبة من صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالحمل حتى مساء يوم السبت فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتخوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة بتعبر عن اراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك حسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون وخصوصا ما بينك وبين الزملاء يا اما هم ببادروا بمساعدتك يا انت اللي بتبادر بمساعدتهم برج السرطان يعني اول شيء بدنا نركز عليه اللي هو موضوع البيت يعني عندك اهتمامات بالبيت بالعائلة باشي العلاقة بالعقارات بالسكن بمناسبة بفرحة بنقاش بحوار على حسب طبعا انت تخصصك على حسب علاقتك الاجتماعية ولكن البيت رح يكون عليه تركيز بشكل قوي خلال هذا الاسبوع او حدث مهم وممكن تهتم ببعض المصاريف او بعض الدفعات او اشياء لها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتكون برضو بتجيك بشكل مفاجئ وبرضو بتعمل نوع من انواع اللي انعاش لوضعك رح تنشط بالاتصالات والحوارات بشكل كبير الاجواء العاطفية عندك رح تكون رائعة التواصل العاطفي قوي جدا يعني بتقدر تحاور بتقدر تناقش وبتقدر تعمل يعني تراجع عن قرار ممكن الى مصالحة او لتلطيف الاجواء اهم اشي ديروا بالكم من الخلاف مع او الحدية بالطباع اثناء التعامل مع الازواج الاجواء مشحونة فيها نوع من انواع الصعوبة في منك رح يبادر لا يعني تطوير مرحلة عاطفية لا ارتباط او زواج في خلال الفترة القادمة اهم اشي انك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تدخل باشياء مشبوهة حاول انك ترتب اوراقك بشكل جيد لان الفترة هاي برضو بتعطيك دفعة ونشاط عالي جدا على مستوى العمل ولكن بتكثر فيها بعض الاخطاء اللي بتمس السمعة في منك رح يرغب بامور الها علاقة بالسفر او الهجرة او المراسلات او الدراسة على مستوى الدراسة الجامعية اذا كان عندك امتحانات او مقابلات يعني حاول انك يعني تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحدود النشاط الاجتماعي عالي وممكن ان بعض الاشخاص يبدروا لمساعدتك في مسألة معينة او بعض الاصدقاء يساندوك في مسألة معينة وممكن يتوجه لك كثير من الدعوات لحضور حفلات او مناسبات او تلاقي مع بعض الاصدقاء الاجواء اجمالا فيها نوع من انواع الايجابية الحذر بس هو عملية السمعة وعملية الزواج يعني سمعتك ما تشكك فيها وما تشوهها وعلى اي شيء العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية بدك تكون حذر اثناء التعامل فيه اما بالنسبة لتوقعات القمر طبعا من اليوم الخميس القمر موجود في الجدي بيت مقابلك تماما حتى صباح يوم السبت بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة يعني ما بين الازواج فترى مناسبة للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون شوي متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء فيها ضغط نسبيا والمسئوليات فيها كبيرة هد من روعك وما تنفعل من صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو حتى مساء يوم الاثنين فبتنهمكو في عادة تنظيم اموركم المالي المشتركي والفرصة متاحة لمكسب من شراكي او تعويض مع هيك بتكو تخففوه من النفقات حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة وصحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لاحد بالتشكيك وقدراتك ممكن تنشغل بملف اداري من مساء يوم الاثنين القمر طبعا بصير بالحوت وهي قوة الحضوض بتبلش من يوم الاثنين حتى صباح يوم الخميس فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل خارجي او للسفر او التواصل البعيد مع اشخاص خارج البلاد بتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيد وبترغبوا في التفاهم مع احبائكم اهمش انك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الاضواء كلها بتكون مسلطة عليك بالفترة هاي كون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا ومن خلالها ممكن انه تعمل كثير من الامور او تغير مسار كبير في حياتك من صباح يوم الخميس القمر بيكون في الحمل حتى مساء يوم السبت بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على انجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارية او اتصال باحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباع سلبي عنك برج الاسد طبعا على المستوى النفسي الأجواء تقريبا أحسن من الفترة الماضية يعني استقر الوضع النفسي عندك شوي الأمور صارت أوضح عندك قدرة بالتحكم بإنفعالاتك عالي جدا برضو عندك روح عالي جدا مفعمة بالنشاط والحيوية وعندك رغبة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات في منكو ممكن يهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بأجهزة إلكترونية وفي منكو ممكن يشتري سيارة بالفترة القادمة طبعا ممكن شوي اهتمامك يكون في البيت في بعض المسائل الطارئة أو بأحد أفراد العائلة تنشغل بمسألة ما أو تحل شيء له علاقة بالبيت الأجواء على المستوى المالية من نصف الأسبوع تقريبا بصير فيه أجواء داعم لإلك فمنكو ممكن يحصل مكاسب مالية أو اهتمامات أو داعم معين أو تنفرج بعض الأمور المالية عليكم إذا كان فيه نوع من أنواع يعني الأبواب اللي تستغلوها وتبادروا لها مش تستنوهي تيجيل عندكم على مستوى أمور السفر ما زالت الأجواء مش إيجابية خصوصا السفر اللي بعيد لسه الأمور فيها نوع من أنواع الضغط حتى الأشخاص اللي تفتح لهم مجالات إلها علاقة بالسفر بيكون فيها صعوبات ممكن ينسوا حتى أوراقهم أو معاملاتهم أو أشياء إلها علاقة بحجزاتهم تلتغل في آخر لحظة أهم إش الأوراق القانوني والمعاملات تركزوا عليها واللي عنده امتحان أو مقابل يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد على مستوى العمل تقريبا تحمل بعض الفرص إلها علاقة بالعمل وخصوصا موليد العشرية الثاني أكثر المستفيدين بعمل جديد أو تعزيز عمل ما أو بتطوير عمل ما ولكن بدهم ينتبهوا للوضع الصحي عندهم من بعض التقلبات اللي ممكن يتصير بشكل مفاجئ الأمور المالية أو الغرامات أو الأقصاط أو الدفعات أو الميراث مثلا أو أمور إلها علاقة بالقروض بالكفالات كلها ممكن أن يكون عليها تركيز أهم إشي كماتك فلوحد في خلال الفترة القادمة وإحذروا من النصابين والمحتالين على مستوى السمعة إلى أجواء تقريبا جيدة فممكن يكون لك لقاء أو تعارف أو يعني شيء له علاقة بشخصية هامة جدا أو إشي إلى علاقة بعملك ترفيع أو ترقي أو أمور إلها علاقة بتطور وضع ما بمكان عملك أو إنجاز بعض الأعمال المشتركة طبعا من اليوم الخميس على حسب تحركات القمر لغاية يعني صباح يوم السبت القمر موجود بالجدي فهنا إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم بعض الأعمال اللي عندكم ولكن أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه ممكن يبادر بعض الأشخاص لمساعدتكم ما تهملوا صحتكم بالفترة هاي هاي فترة عمل جيدة حاول إنك أنت تكون منضبط فيها وعندك دارة أو تنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية أهم إش إنك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو الأصدقاء وممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل الجديد طبعا ممكن وممكن وممكن على حسب وضعك يعني ممكن أنت تكون هيك بناسبك ممكن شخص ثاني بناسبه الإشي الثاني طبعا لأنه إحنا منعطي إلى أكثر من واحد من البرج فعشان هيك من حاول نغطي على كل الاحتمالات طبعا أنت ليش إنه بداية تحدى لأنه بلش القمر يصير مقابل لإلك بيتك السادس والسابع والثامن هذول أكثر بيوت ضاغطة فعشان هيك بدك تحذر الأسبوع هذا من بعض العقبات أو الأشياء اللي ما رح تكون مثل ما بدك الأسبوع القادم أقوى بالحضوظ من الأسبوع هذا من صباح يوم السبت طبعا القمر بصير في الدلو مقابلك تماما حتى مساء يوم الاثنين فبيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي الفترة تعتبر من أسوأ الأيام خلال الفترة هاي لأنه القمر لما بيكون مقابلك تماما طاقتك بتصير ضعيفة فعشان هيك بتصير الفترة هاي أكثرها تهديد لا استقرارك حاذر من الفضائح بتميل لفرض الرأي على الآخرين والعصبية وإصدار القرارات حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج من مساء يوم الاثنين القمر بصير في البيت الثامن إلك اللي هو في الحوت حتى صباح يوم الخميس فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على أراء الآخرين ممكن تسعى لتصحيح مسار بعض الأمور اتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور حاذر من التراجع الصحي برضو رجعنا أكدنا على الصحة كمان مرة من صباح يوم الخميس القمر طبعا بصير بالحمل برج حريف لا إلك بقوة حتى مساء يوم السبت فعشانك بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر البعيد أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد فترة مناسبة لاجتياز امتحان جامعي أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العذراء يعني الأجواء زي ما حكينا بالبداية أنه في أشياء كثيرة رح تكون حلفتكم بالفترة هاي في أجواء قوية رح تعزز نقاط قوة وطاقة عالي جدا لإلكم بالفترة هاي أول اهتماماتكم رح تكون على المستوى الشخصي أنه رح تكونوا مشحونين بطاقة عالي جدا لدرجة أنه رح تكونوا ملفتين للنظر وخصوصا للجنس الآخر يعني في معجبين في اهتمامات شخصية في أمور العلاقة بالتجميل أو تحسين وزن مثلا الاهتمام باللباس بالهندام بكل الأمور هاي رح يكون قوية وبرضو الوضع على المستوى المالي قوي جدا وفي فرص لمكسب مالي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو حقوق لإلكم وكثير من موليد برج العذراء ممكن يحصلوا على هدايا بالفترة القادمة رح تنشطوا بأمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات رح تكونوا دمثين يعني برائعين بمعنى آخر وبتقدروا توصلوا المعلومات وسرعة البديهة عالية جدا ثقتكم بالنفس قوية جدا الطلاب اللي على مقاعد الدراسة اللي خصوصا ابتدائي ثانوي هاي الفترة جيدة لإلهم جيدة للاستعداد للمرحلة القادمة وبتدعمهم بقوة على المستوى العاطفي زي ما حكينا المشتري بدعم الأمور العاطفية بشكل قوي ولكن موليد العشرية الثالثة بدهم يحذروا من العلاقات العاطفية اللي بتيجي من طرف واحد اللي ممكن تكون مخيبة ومؤذية لسنوات فعشان هيك إذا كانت العلاقة في علاقة عاطفية جديدة بدكوا تبدأوا فيها راجعوها ودرسوها وحللوها اللي ما تكون من طرف واحد عشان ما تعرض نفسك للأذى أما بالنسبة للمشتري فبدعمكم عاطفيا بشكل قوي جدا وفي منكم رح يرتبط أو يدخل بعلاقة عاطفية تتكلل بارتباط أو زواج أو أمور إلها علاقة يعني بحب غرامي عالي جدا الأجواء على مستوى الشراكة برضو جيدة بتعزز منه قط قوة ما بتأثناء تعاملكم مع الشركاء في منكم رح ينتصب عليه أو يفقد بعض أمواله فبدكوا تنتبهوا من النصابين والمحتالين وما تخلي أي حد أنه يستعطفك وتروح أنت تركض معاه عشان تكفلوا في بنك أو تكفلوا في مشروع أو تدينوا فلوس لأنه يعرف أنه ممكن أنه ما يرجع لك هاي الفلوس يعني أو يصير فيه صعوبة جدا أنك تحصل هاي الفلوس على مستوى الاتصالات البعيدة الأجواء ممكن تحمل لك اتصال مفاجئ أو خبر مفاجئ أو شيء يجيك مفاجئ من خارج البلاد على مستوى طلاب الجامعات بدهم ينتبهوا من امتحانات مفاجئة أو مفاجئات على مستوى الامتحانات فعشان هيك بدهم يعني يكونوا مستعدين ودارسين على أساس أنه ما يتفاجأوا بشغلات أو بأشياء ما كانوا متوقعينها أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية على حسب حركة القمر من اليوم الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئات سعيدة جدا على العاطفة على الحضوض على أمور كثيرة بتكون نظرتك للحياة متفائلة أكثر ممكن أنك يعني تندم على بعض التصرفات الأخيرة وتحاول أنك ترتب الأمور أو تتراجع عن بعض القرارات هاي فترة بناءة وإيجابية بقوة طبعا بعديها رح يصير في ضغط في الأيام اللي بعديها لأن القمر رح يصير مقابلك في البيت السادس والسابع والثامن فعشان هيكي بدك تستغل من الخميس للسبت يعني أشياء إيجابية وتكون قوية رح تصير الأشياء اللي رح تركز عليها ما بعد هي أشياء بتطلب منك جهد فمن صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو حتى مساء يوم الاثنين رغم تراكم العمل انتوا قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحوت حتى صباح يوم الخميس فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذر من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكة أهمش أنك ما تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح بتتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط من صباح يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى مساء يوم السبت فبتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان طبعا الميزان انتوا بدأتوا مرحلة جديدة وفترة جديدة كل عام وانتوا بخير طبعا لأن الشمس الآن وصلت لعندكم وببدأت بشكل متصاعد الأمور تصير إيجابية عندكم وبتعزز نقاط قوة عندكم بشكل أكبر ولكن مش من الأسبوع هذا يعني الأسبوع هذا فيه أشياء إيجابية رح تدعمكم بقوة ورح تكون لصالحكم بكثير من الأشياء ولكن يعني بحاجة للوقت لحديث ما الشمس تأخذ مكانها بالضبط وبقوة يعني اللي تعزز من نفسيتكم أكثر وتخفف من الإحباطات والأشياء اللي كانت سلبية بالفترة الماضية فعشان هيكي الأجواء بتطلب بعض الوقت عشان هيكي أنتوا أكثر ناس رح أخصص بالحلقة هاي كلام عنهم لأنهم أكثر ناس بحاجة لدعم أو أشياء مبشرة لهم بالخير للفترة القادمة الشمس رح تدعمكم قوة هائلة جدا على المستوى النفسي والشخصي وثقتكم بنفسكم رح تهتموا ببعض المسائل أو المكاسب أو الحلول المالية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ ممكن تيجي من أعمال إضافية أو مستردات أو هبات أو دعم أو تحصيل أموال لإلكم في منكم رح يحصل على هدايا بشكل واضح تماما وهي أغلبية موليد الميزان هيك رح يصير فيه اهتمامات على العلاقات العامة أكثر على المساعدة أو نجدة أو دعم أو واسطة أو حلول بعض المشاكل أو يساعدوكم في أمور أنتم مستصعبين منها يعني يقدمونكم نوع من الخدمات على مستوى الصحة الأجواء بتتحسن بشكل أقوى إلا أنه برضو في نوع من أنواع التقلبات الصحية ممكن تيجي من المريخ اللي بيتراجع وهدولا موليد آخر العشرية الثانية أول الثالثة هم أكثر ناس بدهم يحضروا من التقلبات الصحية والصدام مع الأزواج بحوارات نقاشات وممكن العلاقات الضعيفة أنها توصل لمرتبة الانفصال إذا ما تداركت الأمر على مستوى البيت الأجواء بتصير إيجابية أكثر وفي نوع من أنواع الاستقرار في منكم ممكن يرحل أو يبيع بيت جديد أو شراء بيت أو يعمر بيت يعني اهتمامات حتى على مستوى العائلة أو الاهتمامات العائلية رح تصير أقوى فرص عمل قوي جدا بالنسبة لإلكم وتحصيل حقوق إلكم بشكل مفاجئ ممكن تيجي يعني اتدعم وضعكم وخصوصا الأموال المفقودة أو الأموال اللي إلكم مش قادرين تحصلوها ممكن تحصلوها أو قضايا مالية يصدر حكم فيها لإلكم خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لتوقعات القمر طبعا من اليوم الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت فبتفضلوا التركيز على أو حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن يعني تكون هيك مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء بتشعر ببعض الارتباك أو ممكن تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء من هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الأعمال والإنشغلات المنزلية أو العائلية من صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالدلو حتى مساء يوم الاثنين فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من أكثر أيام الشهر حظا فحاول أنك ما تقف متفرج اسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة من مساء يوم الاثنين طبعا هنا منبلش في مرحلة الصعوبة لأن القمر بده صير في البيت السادس والسابع فعشان هيك بدك تكون حذر فعشان هيك من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحوت حتى صباح يوم الخميس ببدأ العمل بالتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم هذه فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني أو رياضي ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط تحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة هذه الفترة ابدأ بالأولويات ممكن تبدأ عمل جديد بالفترة من صباح يوم الخميس القمر بصير بالحمل يعني مقابلك تماما حتى مساء يوم السبت فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر عندك الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات أهم شيء أنك تتجنب المشاكل ولا تتسلط ولا تبدأ بأمور الهلاقة بالوضع القضائي يعني أي قضايا أو أمور قضائية بالفترة هاي حاول تبعد عنها تماما لأنه والخصام والجدال لأنه خصمك بالفترة هاي بيكون أقوى منك يعني بمعنى آخر أنه بداية الأسبوع ممتازة وحليفة لإلك النصف الثاني من الأسبوع بتطلب منك التركيز والانتباه بشكل أكبر برج العقرب طبعا بالنسبة للعقرب الله يكون لكم معين بكل وقت ولكن بالفترة هاي تحديدا لأنه الشمس صارت موجودة الآن في بيت المتاعب يعني فترة فيها تعطيلات فيها صعوبة فيها أمور ممكن تتعطل في لحظات مفاجئة ممكن أشياء تتأجل ممكن أشخاص يوعدوكوا بأشياء وما يوفوا وممكن تكتشفوا أو يخيب أملكم في بعض الأشخاص فعشان هيك يعني لازم أكون واضح معك ما أرسم لك إياها إنه حياة جميلة ورائعة فعشان هيك بدك تحذر من الضغوطات لأنه وظيفتنا نحذر إحنا عشان أنت تنتبه وتعرف شو أسباب الأشياء اللي بتصير معك طبعا برضو على المستوى الصحي بدك تنتبه صحيح إنه عطارد عندك في البيت الأول بساعدك وبعطيك نشاط وطاقة وحيوية في كثير من الأوقات فممكن يساعدك إنه شويل خفف عليك من الضغوطات وتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة على مستوى علاقاتك بفضل إنك تستغل علاقاتك ومعارفك أو زملائك بالعمل لمساعدتك أو يعني مساندتك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ما تخلي أعمالك تتركم في منك ورح ينشط بعلاقات اجتماعية عالية وفي منكم ممكن يرتبط أو يعزز أمور إلها علاقة بالزواج تيجي من خلال مناسبة اجتماعية أو بشكل تقليدي فعشان هيك إنشطوا بعلاقاتك الاجتماعية الفترة هاي المريخ شوي بضغط على أمور إلها علاقة بالعمل والصحة وخصوصا موليد آخر العشرية الثانية أول العشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا لصحتهم من بعض التقلبات وأمور إلها علاقة بالالتهابات أو أمور إلها علاقة بالصداع أو أشياء لها علاقة بالرأس تحديدا فعشان هيك تنتبهوا لهاي الأمور وحاولوا تركزوا أثناء إنجاز أعمالك خوفا من السهو أو الخطأ نشاط عالي وحركة دقوبة عندك الفترة هاي رح يكون في كثير من الأمور الإيجابية اللي بتساعدك ممكن يكون عندك كثير من التمقلات أو الاتصالات اللي تكون إيجابية على مستوى الدراسة في أشياء جيدة وبتدعمك ولكن حاول موليد العشرية الثالثة إنهما يعتمدوا على الحظ نهائيا في موضوع الدراسة بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد عن مستوى العاطفي الأجواء برضو بتساعد وبتعزز علاقات عاطفية ولكن ابعد عن الغير والشك وابعد عن أشياء لها علاقة بالوهم اللي ممكن يخليك تشعر به الخيانة أو بخيانة الشريك أو الحبيب أو تهمل أحد الأحباء حاول برضو ما تفرض تسلطك أو تفرض سلطتك على الأحباء لهم زي الأبناء والوالدين على مستوى الشراكة الأجواء تقريبا أورانوس يعني بعطيك شوية إيجابية بنقدر نحكي بالفترة هاي وممكن تحمل لك مفاجآت معني ما كنت تتوقعها إلها علاقة بالشراكة أما بالنسبة لتوقعات حركة القمر من الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك فيها جياشة وممكن تبرر عن مواقفك ممكن تنشط بالتنقلات أو الاتصالات بشكل كثيف جدا من صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالدلو حتى مساء يوم الاثنين بتتركز اهتمامكم أو بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر العلاقة بالعقارات ما تجنب الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين لأنه مزاجك بالفترة هاي بكون متقلب وبتكون متجهم من مساء يوم الاثنين القمر بصير في الحود حتى صباح يوم الخميس بتجتازوا بصورة عامة فترة قوية جدا يعني من ناحية الحظ والحب والبهجة والانشراح والتغيير والتجميل بوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش أجمل اللحظات ممكن تتحقق أمني وتصيب بالأهداف بشكل جيد بيطمئن بالك وتفرح لا علاقة جديدة أو لمصالحة أو لا تسوية تتمتع بشخصية جذابة فلازم أنك توظفها لتحسين وضعك من صباح يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى مساء يوم السبت فعشان يتم نقولك إنجزوا ما تراكم عندكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء لإنجاز هاي الأعمال نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني إن المرحلة هاي رح تكون سهلة بتكثر فيها الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج القوس يعني منقدر نحكي إنه الفترة هاي اجتماعية بكامل طاقتها يعني رح تنشط اجتماعيا بعلاقاتك بأصدقائك علاقات جديدة تعارف بعض المساعدات من بعض الأصدقاء لإلك أو تهتم بمشاكل إلها علاقة بالأصدقاء تحللهم مشاكلهم أو هم يبادروا بمساعدتك في بعض المشاكل إلى أجواء اجتماعية فممكن برضو يتوجه لك دعوات أو دعوة لحضور حفلي أو مناسبة خلال هذا الأسبوع وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل بدعمك أو بتدعمك علاقاتك ومعارفك بقوة ممكن تدافع عن تهمة أو تدافع عن حد اتهمك بشيء أو أمور إلها علاقة بالتشكيك حد يشكك فيك أو بنزاهتك أو يحاول إنه يمس سمعتك في بعض المواقف يعني ممكن تدافع عنها بشراسة وقوة لدرجة إنه رح تقنع أي شخص أو تدافع بحق عن حالك الحضوض رح تدعمك في كثير من المسائل حتى بعمل جديد أو وظيف جديد أو أشياء لها علاقة يعني بالأعمال المشتركة وخصوصا علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل إذا كنت على مكان عملك بالنسبة للوضع العاطفي موليد العشرية آخر العشرية الثانية أول الثالثة هم أكثر المتضررين بالوضع العاطفي من مشاكل أو خلافات أو حدية ما بينهم وبين أحبائهم أو المجازف والمغامرة معهم بشكل مبالغ فيه أو فرض السلطة والسيطرة على الأبناء أو على الوالدين بدك تنتبه من هاي النقاط لأنه هاي أكثر الأمور الضاغطة على المستوى العاطفي أما بالنسبة لأمور المال فممكن يجيك فرص كثيرة فيها مال خلال هذا الأسبوع ولكن المشكلة أنه عندك التزامات وعندك ضغوطات مالية ممكن أنه هاي الفلوس ما تكفي فعشان هي حاول أنك تنتبه لمصاريفك وانتبه من بعض المحتالين والنصابين اللي ممكن يستغلوك ماليا بالنسبة لأمور البيت الأجواء أنت مسيطر على الوضع الأجواء إيجابية شيئا ما فأهم شيء أنك ما تعمل فجوة ما بينك وبين أفراد العائلة أو تعمل مسافة أو يعني أو أنك أنت تهمل بعض الواجبات اللي عليك حاول تبعد عن القرارات الصادمة وما تحاول أنك تثير بعض القلاقل أو المشاكل العائلية أهم شيء أنك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو إشيء بتعلق في أحد الأحبة صحيا ممكن يكون مربك بالنسبة لألك أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية طبعا من اليوم الخميس القمر موجود في الجدي حتى صباح يوم السبت فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر الكواكب تعمل لصالحك وبتسهل حياتك ما تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي من صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو حتى مساء يوم الاثنين فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو اللقاءات المهمة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بالفترة هاي بسرعة خاطر عالي جدا وسرعة بديها عالي جدا وعندك قدرة على التصرف لكن بدك تسيطر على إنفعالاتك وردات فعلك السلبية ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أو يكون لك تعامل مباشر ما بينك وبين أحد الجيران من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحوت حتى صباح يوم الخميس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تتوتر وترتبك حاذر من ردات الفعل من المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في أمور إلها علاقة بالعقار أو سكن الجديد أو ترحال أو الانطلاق في ورش الترميم وتأهيل لبيت من صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالحمل حتى مساء يوم السبت فبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا عالية جدا وممتازة فترة إيجابية على المستوى العاطفي على المستوى التجميلي على مستوى الحب على مستوى الهوايات على مستوى الحضوظ في بعض المسائل عشان هيك حاول تستغل الأسبوع هذا بكل طاقتك من إيجابيات موجودة في خلال الأيام فاستغل كل فترة على حسب تأثيرات القمر فيها عشان تتعزز الثقة عندك والقوة لأن المكاسب اللي بتحصلها الأسبوع هذا الأسبوع القادم رح يكون ضاغط في بعض الأيام بشكل كبير عشان يكستغل الأسبوع اللي إحنا فيه برج الجديد طبعا الفرص رح تكون قوية جدا على أمور إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو وظيفة أو تقديم طلبات أو مقابلات أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين معارفك أو واسطة لدعمك بعمل جديد أو حتى بإنجاز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل بمساعدة زملائك أو رؤسائك بالعمل في منكم ممكن يسمع إطراء أو أشخاص ممكن تكون شوي في عندهم بعض المشاكل في نطاق العمل أهم إشي التحذيرات إنه ما تخلف القوانين ما تجازفوا ما تدخلوا بأعمال مشبوهة وما تشوهوا سمعتكم برضو على المستوى الاجتماعي رح يكون لكم نشاطات عالية جدا وتعزيز العلاقة ما بينكم وبين الأصدقاء أو التواصل مع الأصدقاء أو دعم ومساعدة بعض الأصدقاء لإلكم وممكن يتوجه لكم أكثر من دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة في منكم رح يرغب بالهجرة أو بالسفر أو تقديم طلبات خارج البلاد أو تفكير بالعودة للبلد الأم أو تعامل مع الأجانب اللي على مستوى مقاعد الدراسة بالجامعات رح يكونوا مميزين جدا خدا الفترة القادمة اللي درجة إنه رح تكون الأمور سهلة والاستعاب سهل واللي عنده امتحان صعب أو مقابلة أو مناقشة يعني الفترة هاي رح ينجز فيها إنجازات هائلة حتى على مستوى الدعم الخارجي قوي جدا المكان الحد اللي هي أمور الليها علاقة بالبيت ضغطات تيجي من مصاريف أو خلافات أو نقاشات حدي أو حوارات أو استياء من بعض الأمور اللي لها علاقة بالبيت أو الشعور بضغط منزلي أو عائلي عليك بشكل كبير من واجبات والتزامات أهم إشي موليد آخر العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة هم اللي بدهم يكونوا حذرين من الخلافات والصدامات العائلية على المستوى الشخصي الأجواء بلشت بإيجابية وقوة أكثر وثقتك بنفسك عالية جدا وقدرتك على الإقناع حتى والإنجازات أقوى من الفترة الماضية فممكن تلمس كثير من التغييرات خلال فترة هذا الأسبوع واللي راح تكون لصالحك ورح تنشط باتصالات وحوارات ولقاءات عالية جدا وممكن حتى أنه اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية ممكن أنهم يستفيدوا بشكل قوي أو الترويج لسلعة أو لا ترويج لأمور بتخصهم راح تدعمهم بقوة على المستوى العاطفي في مفاجآت إما إيجابية أو سلبية راح تكون أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية على حسب حركة القمر فطبعا الخميس اليوم القمر موجود بالجدي عندكم حتى صباح يوم السبت فعشان هيك راح تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد شيء جديد أو تبحث عن أمر مميز ممكن تعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات تعتبر هاي الفترة من أسرع الفترات خلال هذا الشهر بالإيجابية ادخل التنويع على حياتك الشخصية الفترة هي بتحمل نوع من أنواع الإنفراج أو تسوية من صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالدلو حتى مساء يوم الاثنين ففي فرصة لمكسب من عمل إضافي في منكو ممكن شوي هيكي يعني لازم أنهم يكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن 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 تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالحوت حتى صباح يوم الخميس بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إش أنك تتحرك بفاعلية كبيرة أو فعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ممكن تسفر عن اتفاق أو مصالحة من صباح يوم الخميس القمر بصير بالحمل حتى مساء يوم السبت فعشان هيك بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة بتظهر هاي الفترة بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات على مستوى البيت أو العقارات بتتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات ومسائلة وممكن شوي يكون في بعض القرارات الصعبة اللي ممكن تكون مش لصالحة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب والنقاش البناء مطلوب وممكن في منك يهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالعقارات فوضع القمر وتنقلاته رح يكون في درجات الأولى لإلك معنات الأسبوع هذا إيجابي حاول تستغله بقوة لتعويض الضغوطات السلبية اللي كانت بالفترة الماضية النشاط عندك رح يكون عالي جدا 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 على مستوى أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والهجرة وعلاقتك مع الأجانب علاقتك مع أشخاص خارج البلاد أمور الها علاقة بالمغتربين بالامتحانات بالدراسة بالجامعة كلها أمور إيجابية وقوية أنت بدأت بمرحلة من الثقة القوية جدا والمثقلة بالحضوض اللي لازم تستغلها على كل شيء إحنا ذكرناه حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات الحكومية برضو لصالحك بقوة عطارد بيدعمك على المسائل برضو هاي نفس اللي إحنا ذكرناها وبيدعمك على عمل جديد أو فرصة عمل جديد أو تعزيز علاقاتك أو التعرف على شخصيات مهمة ممكن تكون داعم لإلك أو ممكن تستغل واسطة معينة لتعزيز نقاط قوة لإلك أهم شيء إنك ما تبالغ بملذاتك بالفترة القادمة على مستوى الأمور المالية ممكن تجد علول أو دعم أو ممكن قروض أو تحصل أموال إلك أو تحسن شراكة ما بينك وبين أشخاص على مستوى الوضع المالي فالأجواء رح تكون إيجابية حتى على مستوى الأوراق والمعاملات والقضايا المالية يعني اللي عنده قضية العلاقة بميراث أو حقوق أو ديون أنت بتحاول تحصلها وكان صعب إنك تحصلها بالفترة هاي برضو رح يكون في إيجابية رح تنشط بالحركة وبالاتصالات بشكل مبالغ فيه بالفترة هاي ولكن أهم إشي تدير بالك من تقلب المزاج والعصبية والحدية في بعض الأوقات لأنه رح تكون ضغط عليك بشكل كبير وممكن تكون عدائي وتوجه كلام يكون لاذع وجارح ممكن شوي تهتم لبعض الشؤون الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة على المستوى المالي في مكاسب في حلول في يعني بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن تجيك أموال من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن التقليل من المصاريف مطلوب مع عدم المبالغة والمجازفة الأمور البيتية والعقارية هي أكثر شيء ممكن يكون في مفاجآت يعني إلو علاقة بالبيت بالعيلة بالسكن بالعقار أو يعني بفرحة مفاجئة أو خبر ممكن يكون مش جيد إلو علاقة بالبيت أو العائلة أما بالنسبة لتوقعات القمر فطبعا من اليوم الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت فلا يعتبر هذا اليوم من أيام ساعدك الأمور ضغطة لأنه بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة اعملوا إنجازاتكم بشكل روتيني لأنه هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر أهم إيش إنه ما في داعي تتسرع لأنه ابتداء من صباح يوم السبت القمر بصير عندك بالدلو حتى مساء يوم الاثنين ففي هاي الفترة بتصيروا ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم بتصير في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن تتسلط عليك الأضواء وعلى قدراتك وتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة من مساء يوم الاثنين القمر بصير بالحوت حتى صباح يوم الخميس فممكنك تحصلوا أو تحصلوا على مبلغ من المال بدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك ما تغامر بأموالك هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة من صباح يوم الخميس القمر بصير بالحمل حتى مساء يوم السبت فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وقوة وبقدرة إقناع عالية جدا هذه الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح بطرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب في منكم راح يهتم ببعض المواضيع اللي إلها علاقة إما بأخ أو جار أو مواضيع إلها علاقة إما بالسيارات أو بالتليفونات أو بأجهزة الاتصالات والمواصلات يعني زي ما شفتوا لأجواء أول الأسبوع صعب يعني هو من اليوم لصباح السبت بعدين الأجواء إيجابية ودعم بقوة لإلكوا فحاولوا إنكوا تستغلوا هذا الأسبوع بكامل طاقتكم لتعويض الأشياء اللي تراكمت الفترة الماضية برج الحوت طبعا بما إنه الشمس تحركت وصارت مش مقابلك صارت في البيت الثامن وهذا بيت إلو علاقة بالأموال يعني بالأموال المشتركة تحصيل ديون أموال إلك شراكة جديدة شراكة بعمل جديد ديون معدومة تحصلها حقوق لا إلك مالية تحصلها قضايا مالية تنحسم لصالحك بالفترة هاي أمور نفقة ميراث كل هالأجواء إيجابية ودعمة بقوة على كل المسائل اللي إحنا ذكرناها حاول إنك تستغلها بس بدك تنتبه من بعض المحتالين أو النصابين اللي ممكن يستغلوا طيبتك ويحاولوا ينصبوا عليك أو يخلوك تكفلهم في مسألة ما وتطلع آخر إشي أنت اللي غلطان وراحت عليك بالنسبة لأمور السفر راح ترغبوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة اللي عندهم امتحانات جامعية أو عمقاعد الدراسة راح ينشطوا بقوة هائلة جدا بالاستيعاب والدراسة والامتحانات والنتائج راح تكون لصالحهم حتى في منكو راح يرغب في أمور إلها علاقة بالهجرة أو السفر اللي بكون خارجي وممكن أشياء إلها علاقة بالعلاقة مع الأجانب تتعزز بقوة بالفترة القادمة أهم شي أنكو تنتبهوا لأن الفترة هاي برضو بتحمل فرص إلها علاقة بالزواج أو الارتباط أو شراكة مالية أو عاطفية أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين الأزواج مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو ممكن يعني أشياء كانت حد بالفترة الماضية الفترة هاي تكون أوضح وفيها تقارب أكبر ما بينك وبين الشركاء على المستوى المالي ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط يعني بصعوبة بتحصل على بعض الأموال أو إن حصلت على هاي الأموال بيكون في مصاريف وفي دفعات في أشياء ثقيلة وخصوصا اللي هم موليد آخر العشرية الثانية أول العشرية الثالثة أكثر ناس بعانوا من هاي الأمور أما باقي الأبراج فممكن يحصلوا وبشراسة بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم النشاط على المستوى الاجتماعي عالي جدا ممكن تتعرفوا بعض الأصدقاء أو العلاقات أو تنشطوا ببعض الأشياء الاجتماعية اللي يكون فيها خير لإلكم أو إشي بدعع من وضعكم بشكل قوي شخصيتكم تقريبا جيدة ولكن ابعدوا عن الاكتئاب والتوتر والتقلب بالمزاج وما تخلي السلبية تسيطر عليك ولا الأوهام ولا الأشياء اللي إلها علاقة بالخيالات نشاطك ممكن تجيك أكثر من تنقل أو سفرة قصيرة أو اتصالات بشكل مفاجئ لأمور حساسة لازم تكون جاهز ومستعد ومهيئ للمكاسب اللي ممكن تجيك من وراء هذه الاتصالات لو كنت مستعد لها أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية على حسب حركة القمر من اليوم الخميس القمر موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت فبتنشط اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في مناسبة سعيدة بتميل إلى التواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية وممكن تهتم للشؤون أو لشؤون أقارب الشريك من صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالدلو حتى مساء يوم الاثنين بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ لبعض الأمور ممكن تتخلص من عاداتك القديمة أو تنشغل ببعض مسائل الروتينية حاول أنا يعني بنصحك أنه بس تنشغل بالمسائل الروتينية بيكون أفضل احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية لأنه القمر موجود في بيت متعبك بس من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود عندك بالحوت حتى صباح يوم الخميس فبتبدأ اليوم أو هاي الفترة فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق والفترة هاي بتحمل لك خبر سار من صباح يوم الخميس القمر بصير في الحمل حتى مساء يوم السبت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن يتقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء